حفظت أسيا ومنطقة الشرق الأوسط على العلاقات التجارية والثقافية المتينة وتدعون الصين والإمارات بشكل وثيق في الأنشطة والمشاريع المشتركة وهذا ليس من أجل تعزيز مبادرة الهزام والطريق في حسب بل أيضا من أجل صحة ورفعية اقتصادنا ومجرمعنا شارك وزير دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة السوق أبوظبي العالمي أحمد علي الصيغ في فعاليات منتداب أول آسيوي هذا العام عبر الإنترنت وكانت الصين والإمارات قد وقعتها عام 2019 وذكرت تفاهم في سبيل تعزيز التعاون في طاقة الإنتاج والاستثمار والتمويل للمبادرة الهزام والطريق وبعد عامين حقق التعاون بين الجانبين نتائج مثمرة كان تطور ذكاء الصناعي وصحة طبية وحط الجلال الخامسة لشبكات الاتصال لدينا في الإمارات وفي العامين الماضيين أتت أكثر من ثلاثين شركة صينية كبرى مملكة للدولة وشركات الصينية المبتكرة رائدة إلى الإمارات ولا تختم منتجاتهم الإمارات فحسب بل تختم أيضا منطقة الشرق العوسط وشمال أفريقيا بأكملها يرى المشاركون في المؤتمر السنوي هذا العام أن مزايا وتأثيرات مبادرة الهزام والطريق ستصبح أكثر بروزا في حقبة ما بعد الوباء